الشيخ رفعت كان عالما بالنغم نعم وكان مبدعا نعم تقييمك العلمي لتراوت الشيخ رفعت كان عالما باللغة كذلك باللغة أيضا نعم والتفسير نعم وذكروا عنه حاجات كثيرة في الصحب والذين حدثون كذلك عنه أنه كان مرة يقرأ وكان الحضور دائما الحضور كانوا من أهل العلم وأهل اللي يعني يستمع للشيخ رفعت فقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت نعم قالت وكمل الآية قال على استحياء قالت بعدين كمل الآية وعود رجع الهتانة قال فجاءته إحداهما تمشي وقف على استحياء لو بقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك وختم القراءة جاءوا واحد من أي يعني من أساطين اللغة قال له يا سيدي قلت في الأول تمشي على استحياء نعم هذه نكتة بلاغية معروفة يعني ولكن في المرة الثانية قلت تمشي وقفت على تمشي وبعدين قلت على استحياء قال له يا ولدي في المرة الأولى جاءت إحداهما تمشي ولم تأتي بروعونه بعدين كان بمرة الثانية الاستحياء وليس في المشي في القبل على استحياء قالت هذا يعني من وارد عن الشيخ رفعت الله يرحمه وحاجة أنه مرة كان يقرأ وذكر حتى هذه المرحوم الشيخ متولي الشعره ورحمه الله وقال الشيخ رفعت رضي الله عنه قال الشيخ متولي الشيخ الذي قرأ مرة يعني وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمه بعدين رجع الشيخ رفعت قال وآتاكم من كل وقف له بقول ما سألتمه الله يعني آتاكم من كل وأنتم ما سألتم فقال هذه يعني من روائع الشيخ محمد الرحمه الله بينما قارئ ثاني يعني كان يقرأ حدثنا شيخنا الشيخ عسين أبو سنين هذا كان من مشايخ القراء وعاش في مصر وهو خليلي لكنه ولد يعني ذهب رضيعا إلى مصر وعاش هناك وكان صديقا للشيخ علي محمود القارئ الشهير وصاحب الصوت الجميل كذلك وكان مستشارا له شيخنا فكان يقرأ الشيخ علي محمود مرة بقول وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره نعم وقف بعدين رجع الشيخ علي محمود لا بقول أوحينا إليك لتفتري علينا غيره الله فحدة حدثني يا شيخ حسين أستاذنا قال لي أنا بدون شعور قلت اقصر اللي كان يجدس بجانب السكرتير تابعه نعم وعن صديقه للشيخ حسين قال لي تاني يوم راح قل قال لي والله شيخ حسين واتكفت قال له أنا قلت كده قال له لا حول ولا قوة إلا بالله أنا عاتب على الشيخ حسين اللي ملفت نظري قال لي بعدين في اليوم الثاني ذهبت وطرقت باب الشيخ علي محمود رحمه الله كان صاحب الآخر يعني كان صاحب صوت جميل حقيقة فقال لي طرقت الباب فجاء الشيخ علي محمود وكان ضريرا برضه كان ألتج كشيخنا يعني فتاة قال له الشيخ حسين قال له أنا عز علام منك فأنا قال لي فكرت أنه زعلام منك عشان قلت كده يعني قل له يا أخي أنا زعلام عشان ما تلفزش نظر إلا للكلام ده أقول أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وأنت ساكت تصور يعني النفوس الطيبة رحمه الله فيعني هذه بعض النكات عن القراء